بعد اكثر من شهرين على انطلاق الهجوم الاوكراني المضاد يبدو ان التقييمات الاستخباراتية الامريكية بشأن الهجوم الاوكراني المضاد ليست متفائلة فقد رجح التقييم الاستخباراتي الحديث فشل الهجوم الاوكراني في الوصول الى مدينة ميلاتوبول الرئيسية في جنوب شرقي البلاد ما يعني ان كييف لن تحقق هدفها الرئيسي المتمثل في قضع الجسر البري الروسي الى شبه جزيرة القرم هذا العام الامر الذي يرى فيه خبراء غربيون ان الفشل في الهجوم الاوكراني اذا وقع سيؤدي الى تبادل الاتهامات بين كييف والعواصم الغربية حول الاسباب خصوصا بعد انفاق عشرات المليارات من الدولارات على الاسلحة والمعدات العسكرية الغربية وفيما تشتعل الاحداث والتحليلات حول هجوم اوكرانيا المضاد تشتعل الاحداث في النيتو ايضا فبعد انثرت تصريحات مسؤول النيتو جدلا واسعا حول تسليم اوكرانيا اجزاء من اراضيها لروسيا قال مسؤول النيتو في تصريح جديد ان التعليقات التي ادلى بها في اليوم السابق بشأن تنازل اوكرانيا عن اراضيها من اجل الحصول على العضوية في التحالف العسكري كانت خاطئة اوجه عديدة للحرب الروسية الاوكرانيا جميعها لا تتوقف فمن جانب سياسي قال الرئيس البيلاروسي ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحاول دفع بلاده للانضمام الى الحرب في اوكرانيا مشيرا الى ان بلاده لن تشترك في الحرب ان لم تعبر اوكرانيا حدودها جانب سياسي يقابله الجانب العسكري واكثر اشتعالا وزارة الدفاع الروسية اعلنت ان البحرية الاوكرانية قامت بمحاولة لاستهداف اسطولها بالبحر الاسود بزورق مسير مشيرة الى ان سفينتين من سفن الاسطول تم تدميرهما بنيران المدفعية ومع تزايد الهجمات المسيرات التي تستهدف العاصمة الروسية موسكو واجتداد المواجهات العسكرية بين موسكو وكيب افدت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان روسيا تحرز تقدما نحو هدفها لانتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرات الهجومية والتي يمكن ان تحلق لاكثر من الف ميل مستهدفة مدن اوكرانية اشتركوا في القناة